الشعر الكبار بتوارث صح أنا أعتبر أنه راثه وأنا أحد الناس الذين ربما ورثوا الشعر أنا خوالي شعر معروفين ولكن أيضاً في شيء الاكتساب عندما تعيش في بيئة معينة تتعاطى الشعر وبصفة مستمرة يمكن أن يجيك نوع من الهاجس نقول أنك تنظم ليس شعر لكن تنظم عندك نظم لهذا الشعر لكن الشعر سبحان الله هي موهبة لو كان تدرس كان شفت العالم هذا كلهم شعر لأن الشعر صراحة حاجة جميلة للتعبير يكفيك شاعر أن تعبر عن نفسك فقط ليس حتى عن الآخرين ولكن أيضاً في الشعر كما تحدثت قبل شوي هو رسالة والرسالة هذه لابد أن تفعل في خدمة المجتمع في خدمة المجتمع في الأشياء الجميلة أنا شاركت في عدد من المناسبات عن الأيتام عن المعاقين عن التوعي عن المخدرات عن أشياء كثيرة الحمد لله كتبت فيها وهذا قصدي أني أبلغ رسالتي الشعرية